فهذه الرحمة التي يحملها النبي صلى الله عليه وسلم على غير شغل المسلمين يحملها على الكفار المحاربين فلك أن تتخيل الرحمة التي يحملها صلى الله عليه وسلم على من تبعه من المسلمين طيب إحنا كيف هي النوع الرحمة التي نحملها؟ خل المحاربين وخل المخالفين وخل خوتنا المسلمين إحنا ما بعضياتنا كيف هو حال الرحمة التي يجب أن يتحل بها قلبنا؟ لا رب الندم تيصيف لك ميساج تيصيف لك رسالة في الواتساب وانت الله يحصل اوان تتليف وانك رات تتحطوا راك تحطوا الى خمس تاسر دقيقة كتجيك تلقى في تلتمية وسبعة تاسر رسالة ما هي حلقة الدكمة تجاوب؟ ما هي حلقة الدكمة تهضر؟ وشي نهار؟ بإذن الله عز وجل عادي غير من باب نبرد عليكم شي جوي حسيت براس في غوت شوي الشي نهار بإذن الله عز وجل غادي نجمع عليكم شي كي اسمي والاخرين يكون فيها صوتيات ورسائل مكتوبة غير نبذة وقريصة ونحطى لكم إن شاء الله تعالى في الصفحة غير باش تشوفوا اش كي قدر يدوز على وهذا رايا 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 سيل العمري يعني را ما شيء لما ما كانت تخيل الهواتف دي العلماء والهواتف دي الطالبة العلم والهواتف هذا رعايا سيل العمري من عموم المسلمين اشطر ليف تليفونه أما الآخرين الله أعلم لسبيل الطرفة لسبيل الطرفة لما نعود لكم المشاكل لك الطراء والنسل كي يتصلوا والمصيب التي تمرض القلب والذي لا ربسه والله تمرض القلب الله يعافكم منها ثم مريضوا القلب الله المستعان وصل هذا الشيء كله والذي عايت لك في 12 ليلة والذي يقول لك كذا والذي عايت لك واحد يصيفت لك اوديو في الواتساب من اللي كانت تقلصت تسمعوه كتحاولت القليل وقت كانت تسمعوه باش تجوه الجوم تيقول لك غريش ضروحكم حتى تسمع شيء غريب وعجيب تيجوا واحد يقول لك را لقينا هذا في الدار لقينا عنا كين نمل بزاف والله يزيك بخير بانتشولوك اش نديرو لي باش مي بقاش عنا واه واه هذا صافي متع نحل لنا دروغري وذيك ساعة اجي عندي نحل دروغري والله مرحبا ذيك ساعة نوريك مش يلنمل القرد نوريك اش تدير لي ولكن جد سوء تعايت لي تشولني على النمل أنا مالي واللي يسوء مرة بغي اذكر هذه سبيل الطرفة كان باقي لك سعى سأل الله عزوزين يعجل بفتح المساعد وأن يرد علينا الجمعة والجماعة وأن يجعلنا من عمارها والسباقين إليها المهم الله المستحن سالينا الدرس دي النداءات الرحمن إلى أهل الإيمان اللي كانت تندره يوم الجمعة هذك الدرس ساليناه من اللي خرجت المهم سلمت علي شيء أخوذك شيء وغادي جاي في حالة الدار واحد السيد وقفني يقلت إذكر بي خرج شيء أخوذك بغني يسولوك وأنا يعني تنخاف من هذك صحاب الدقيقة تسعين أعتين تسولوك هذك صحاب الأخ الكريم ما رأيوك فيك فمتنين هذك صحاب الامتحانات يجيك يدوز لك الشفاوي يدوز لك الأورال باش يشوفك واش يعطيك السك دي للجنة ولا يسايفتك العليسر فكنا نقول يا ربي السلام ما عاش لديك شيء خير إن شاء الله مرحبا يقول الله إذك بخير تنقلبه على شيء كرا وش عندك شيء في كرا على شيء ضار هناك الكرا إلى آخر دابا غير نجومة ما بين نمل ومول كرا إلا جمعتهم لكم بجوجهم في نهار واحد وشوفوا أنتم مردت لفعلي لكم كيف تغير تكون ومع ذلك أنا ما عندكش الحق يشري ما عندكش الحق أنك تغوت عليه ما عندكش الحق الضور فيه ما عندكش الحق أنا غير باش نقول لكم يعني الضغوطات لك التمارس ومع ذلك أنت ملزم بحمل المحبة والرحمة على إخوانك في قلبك على شكة هذا يحاربونه ويعادونه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول الله مغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حسنا حسنا شكرا